تحياتي وأهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من قصة كل جمعة اللي بتيجيكم مني أنا محمد عواد عبر قناة سيلفي سبورتر أكثر تنوعا من حيث أشكال وأفكار المحتوى عشان هيك بقولكم تشتركوا فيها قصتنا اليوم بنكهة عربية بنكهة خليجية بنكهة كويتية قصتنا اليوم ترجع لمنديال 1982 ولحظة ما تكررت أبدا في كأس العالم وقبل ما أدخل بالقصة هناك معلومتين بدي أحكي لكم إياهم كتاب أكبر ما أعتقدون الجزء الثالث مدوفر الآن على كافة المنصات البيع الإلكتروني جملون أمازون وأيضا نيل وفرات المعلوم الثانية أنه لازم تتركوا لايك على الفيديو لو أعجبكم ولو ما أعجبكم كمان تتركوا لايك لأنكم أصحابي وبنبدأ بالقصة ما حدثينا بناقش أنه كأس العالم هو أكبر بطولة في كرة القدمة أكثر تنظيما أوضح قانونا كل شيء فيها واضح تفاصيلها جميلة لكن كأس العالم رغم كل ذلك اضطر يوما ما يلغي هدف 99% صحيح عشان يمشي مباراة كأس العالم بتنظيمه بقوانينه ما صمد أمام لحظة تاريخية كأس العالم اللي كان لازم من 82 تنتبه فيه فإنه ربما بدنا شيء من التكنولوجيا الإعادة أي شيء عشان نعرف إن مشي المباريات لكن اتأخرت أكثر من 30 سنة حتى تستخدم التكنولوجيا بكرة القدمة بنحكي عن موليديال 1982 للموليديال الأول ما نسمع اسمه بتروح ذاكرتنا على طول فضيحة ألمانيا والنمسوخية نتهم للجزائر في مؤامرة شهيرة اللي العالم كله بيعرفها بكاتيناتشو إيطاليا بالبرازيل 82 المنتخب اللي يصنف أفضل منتخب كرة قدم في التاريخ نعب موليديال وما جاب لقب اللي كانوا يسموا بسحارة كرة القدم لكن بعيدا عن السحرة خلونا بالواقع خلونا بالمواقف الواقعية اللي صارت مع منتخب الكويت اللي كان أول مرة بيتأهل على كأس العالم 82 أول منتخب عربي آسيوي بتأهل على كأس العالم أول منتخب قليجي بيتأهل على كأس العالم وكان ممثل آسيا الوحيد في ذلك الموليديال وكان مدربه البرازيلي كارلوس أبيرت وديرا اللي بدين للكويت بكثير إن هي قدمة للعالم كمدرب ولحقا فاز تقريبا بكل شيء مع منتخب البرازيل بس حظ الكويت أبدا ما كان جيد في المجموعات القرعة أوقعتها مع فرنسا مع ميشيل بلاتيني إنجلترا روبسون وفرانسيس وشيكسلوفاكيا اللي كان لسه بانين كبيل عمحة وكانت منتخب متماسك المباراة الأولى مع الشيكسلوفاكيا مرت تمام الكويت تعادلت واحد واحد سنجل هدف الكويت فصل الدخيل هناك كانت إنجلترا عم تهزم فرنسا ثلاثة واحد وهذا معنى إن مباراة فرنسا الثانية مع الكويت أصبحت مباراة حياة أو موت من نسبة للفرنسيين اللي جايين بدون يحاول يجيبوا اللقب فرنسيين ما تركوا أي مجال للخطر ما بين الدقيقة واحد تلاتين وتمانية وأربعين تلات أهداف يعني النتيجة أصبحت ثلاث سفر مشت المباراة شوي شوي المنتخب الكويت يسجل هدف أصبحت ثلاثة واحد وفي الدقيقة ثمانين لاعب فرنسي بيخط الوسط اسمه ألان جراس بيسلم كرة بيطرع منطق جزاء في حال غريب يتوقفوا لعبين لكويت بيسجل هدف الرابع لكن هذا الهدف ما مر زي الثلاث أهداف السابقة لكن خلينا أوقف أول شيء مع ألان جراس هذا اللاعب تحول لمدرب لاحقا ودرب تونس ما بين 2018 و2019 وكان قائد المغامرة الجميلة لمنتخب مالي في أمم أفريقيا لما حقق محهم المركز الثالث نرجع للهدف اللي ما مره مرور الكرام الشيخ فهد الأحمد الصباح شهيد دسمان الرجل اللي كان رئيس الهيئة الأقلمبية الرياضية رئيس تحاد كرة القدم الكويتي رفض يمشي هذا الهدف عكس الأهداف السابقة فجأة بنصدم العالم في مسؤول عم ينزل على الملعب وعم بتكلم مع الحكم الحكم سوفيتي هو ميروسلاف استوبار وهو طبعا روسي حاليا هذا الحكم لما تواجه مع الشيخ ما عرف شو يعمل الشيخ بيقوله أنا حنسحن فده ليش الهدف بدك تلغيه يقوله ببساطة فيه طلعت سافرة من الجمهور ولعبتي وقفه وما كانت سافرتك لكن في كرة القدم سافرت الجمهور ما بتوقف اللعب بس هناك كانت لسه حدثة يعني نسميها تموتوترة جديدة الحكم احتار بعض التلميحات من الطرف الكويتي أني أنا حنسحب من المباراة لو ما لغيت الهدف فاضطر الحكم موقف غريب أول مرة بيشوفه ما فيه موبايل يحكي فيه عطول يعطوه جواب فعلى طول قرر يريري الهدف ويكمل اللقاء للغرابة فرنسا سجلت الهدف الرابع بعد نهاية المباراة فيفا كثير غضب أنه شو هاللي صار كيف بينزل مسؤول على الملعب وبوقف المباراة أولى عندما يلغي هدف شو هذا ففيفا قرر يسحب الشارة الدولية من الحكم لأنه أخذ قرار غلط ولأنه الهدف بالنسبة لفيفا وبالنسبة لقوانكوث القدم صحيح وأيضا غرب الشيخ فهد 12 ألف دولار الشيخ فهد لاحقا بعد اعتزال بلاتيني قام باستدعاءه إلى الكويت واعتذر له عن تلك اللحظة اللي لغى فيها الهدف وقال له يعني كانت ردة فعل حمسية مش أكثر قرار بلا نقاش أنه أغرب قرار تحكيمي في تاريخ كأس العالم لأنه اللي أخذ القرار مش حكم اللي أخذ القرار مسؤول قرار توصفه كثير مجلات على أنه أول تدخل سياسي مباشر في مباراة في كأس العالم طبعا تدخل السياسي اللي كان كثير زمان بس هذا كان بالنسبة لهم مباشر وواضح أمام العيال للغرابة وقتها بالتمالينات كانت مولعة بين المعسكر الشرقي والمعسكر الغربي الرأسمالية والشيوعية فالصحف اليسارية الصحف القريبة من المعسكر الشرقي قالت لك أثبت الشيخ بمعنى بأصالته العربية أنه ضد الإمبريالية الفرنسية لأنهم اعتبروا أنه كل شيء كان عبارة عن المؤامرة مع أنهم نسيوا أنه الحكم كان سوفيتي موقع فرست بوينت عنده ملاحظة حلوة بيقول لك صحيح منتخب الكويت مجا لعب بطولي واحدة أخذ نقطة واحدة ما ترك كثير بصمة رياضية في الموليديال لكن مستحيل حدا ينسى في مشاركة واحدة لأنه بسبب هذه اللحظة خلد وفي وثائقي خاص بكأس العالم 82 الممثل شيرون كورري ووصف الشيخ فهل بأنه لا يتزحزح عن موقفه عندما يكون مؤمن فيه وقال الموليديال هذا خلى الجميع يذكر الشيخ للأبد كواحدة من أعجب وأغرب لحظات الموليديال مجلة ميديام قالت ما منتوقع فيه حدث أغرب وأعجب من تلك الحدث وتلك اللحظة في كأس العالم مجلة ميديام طبعا مجلة عالمية معروفة يبقى لليوم هذا هذا الهدف الوحيد الصحيح اللي ألغي بكأس العالم عشان تمشي مباراة هذا الهدف الوحيد اللي تم إلغاؤه بقرار مش من الحكم يبقى له هذه اللحظة هذا الهدف الوحيد اللي العالم كله في كأس العالم بتتفقوا أنه أشهر هدف ملغي في التاريخ قصتنا اليوم كانت بسيطة ممكن لبعض يجيقول يا أخي هاي فوضوية كيف تنزل كيف تعمل شو تسوي احترموا كأس العالم احترموا فيها لكن بعتبرها أنه بوقتها هيدا كانت بساطتنا تعاملنا تصرفنا خلص اللي بيجي عباننا بنعمله لكن الآن الدنيا تغيرت القوانين اتعقدت التقاليد زادت لكن بنفس الوقت هذه اللحظة بتمثل شيء آخر بتمثل قديش كان المنتخب الوطني بيعني للمسؤول قبل اللاعب ما كانت مجرد وظيفة ما كانت مجرد حطوني عشان الناس تسمع باسمي كانت مهمة وطنية حرفيا لمستوى أنه كان في دول اللي بيرفض يمثل منتخب بلادها اتحاكمه عسكريا مش محاكمة عادية أبدا نوصل هون لنهاية قصة كل جمعة وبذكركم في كثير حلقات قصة كل جمعة بتقدر تروح تحضروها من الهلة للجمعة الجاي لما نرجع لكم بقصة كنت معكم أنا محمد عواد حساباتي في التواصل الاجتماعي الموجودة في التعليق والسلام عليكم ورحمة الله